بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم و صورة الفجر في المسجد في جماعة بدون عذر. انت على خطرadece اليوم و يوم القيامة. انت منافق و تجازف بعملك كل يوم القيامة. بحذر كل واحد يسماعني دلوقتي يستخف بصلاة الجماعة و صلاة الفجر في المسجد ولا يصلي الفجر في جماعة. ما عندوش عزر. دقب على ترك صفات الفجر في المسجد. دي علامة علامة نفاق. علامة نفاق شديد. وعلامة اكيدا للنفاق. انت بتجسف بعملت كله. حاولوكوا دوقتي الدليل. قدل لك كثيرة جدا من السنة. وباب التوبة ما يزال مفتوح. عشان كل واحد يسمعني دوقتي يتق الله. وينزل صلي الفجر في المسجد. قدل للاول. اول ما يحاسب عليه العبد يوم مطمئة الصلاة. في اده صلحت صلحة العمل كله. واذا فسدت فسد العمل كله. عكس صلاة قوية مقبولة. عمل قوي مقبول. الصلاة لم تقبل. والعزو بالله. ضع العمل. طب ازاي بقى العمل ممكن يضيعه. او لاحظاتكم. الدليل الاول. والحديث في صحيح بخالي. ادخلوا الصلاة على المنافقين. العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما لآتهما ولو حبوا. تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا ليصلي بالناس ثم امر بحطم فيحطب ثم انطلقوا مع رجاله معه حزم من النار فوخالفوا الاقوام لا شهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. تعالوا بقى الحل الحديث ده. الرسول صلى الله اثقل الصلاة على منافقين. ده في الجامعة. العشاء والفاكر. ولو يعلمون ما فيهما يعني المنافق ده لو يعرف لآتهما ولو حبوا. يعني انا مش قادر يمشي يحبي. 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 كالطفل رضيعي يحري. يلحس الارض. يلحس الارض حتى اصل الى المزمن. بعدين بيقول ليه عليه الصلاة على سبيل. يبقى يعلمة النفاق ايه? لو انت تقيه. استسخل انت تروح الجامعة تصلي الفجر في الجامعة. يبقى انت يبقى ده منافق. ليه? اولا انت تعصي. ربنا بينادي عليك وما بتروحش. لو واحد في الدنيا قال لك تعالى عشان هتعمل لي عمل معين مدته ربع ساعة. وقت صلاة الفجر بالزبط. في الجامعة والناس بتصلي الفجر. بس انت مش هتصلي الفجر. انت هتعمل لي العمل ده. وعدلك مئة الف جنيه. هتروح لبش هتروح. هتروح. ولو واحد قال لي مش هروح. سأقول له انت كاذب. ده انت مش هتنام تقول لي الليل ده انت حتبات على بب الجامعة. لكن ربنا لما بينادي عليك ما بتروحش. يبقى انت توقر لهذا الشخص. وانت توقرش رب العالمي سبحانه وتعالى. مش لو واحد قال لك تعالى حديك مئة الف جنيه هتروح. طب ربنا بيقول لك تعالى. والحية على الصلاة. ما بتروحش. يبقى انت تفضل حطام الدنيا. على السواب العظيم لما انت ما استنيك. وحاولوك دوقت السواب الفجر بسواق دقيقة. وبتفضل. وبتفضل. وبتوقر شخص. وبتوقرش ربنا. طب ده انفقر بش انفقر. ده شركة ولا مش شركة. رياء وشركة. لما انسان يفضل واحد من مخلوقين على ربنا. ويفضل حطام الدنيا على حطام. ربنا بيلا ديك وتروحش. لكن لو واحد قال لك تعالى حديك مئة الف جنيه هتروح. اتقل الصلاة على المنافخين على شاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما لآتهم ولو حبوا. ده مش كده بس. ولقد هممتوا ان امروا بالصلاة فتقام. ثم امر رجل ينصلي بالناس. بعدين ثم امروا بحطط فيحطب ثم انطلقوا مع رجال. معهم حزم ومن نار فأخالفوا الى اقوام لا يشارون الصلاة. فأحرق عن البيوت. رسول صلاة على ما عايز يروح بيتك ويحرقه. طب ايه اللي منعه على رسول صلاة على مفعل ذلك؟ قال لولا ما في البيوت من النساء والذلاري لخالفتوا الى اقوام فحرقتوا عليهم بيوتهم. يعني اطفال والنساء الذين لاي سلام زم لذهابتوا لايه الناس وحرقت البيوت فقدمهم. طب اللي عليك؟ واحد رسول صلاة على السلام يسمى منافق. واحد رسول صلاة على السلام هم من يصبح صلاة الجماعة بسببه. واحد ده مش كده بس ده عايز روح يروح الى بيته. يا برابين حيبراكله في عملهم اليامة. اجاوبون انتم. مش ممكن. ده الدليل الاول. الدليل الثاني. لما نسمع ان ده. وصحيح في صحيح ابي داود. فلم يمنعه من ان يأتي عثر. فلا صلاة لها. فلا صلاة لها. يعني ما صلاة لها. يعني ما صلاش خالص. كانوا مصلاش. الدليل الثالث. ده صحيح. الدليل الثالث. في مسند الامام احمد. من سمع عن نداء. فلم يلبه من غير عثر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال رسول الله من العثر. قال خوف او مرض. قال لكم لم تقبل. كلام واضح. لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال خوف او مرض. عشان كده ابن القيم. ابن تيمية. والامام داود الظاهري والامام الاوزاعي. والامام احمد بن حنبل. احد اقواله. قالوا اللي يسمع ان ده ميروحش من يدور عزر. والتسعة وتسع 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 وتسعين في المية ما بيصولوش الفجر في الجامعة ما نضمش عزر. صلاة باطلة. ولازم ايدي الصلاة تاني. خلي بالكم. صلاة باطلة ولازم ايدي الصلاة تاني. وحلط لكم الكلام تحت فيديو. خوف او مرض. مش اي خوف او مرض. مش اي خوف او مرض. لازم يكون خوف شديد. شوف رسول الصحابة بيقول ليه. كان يقتع بالرجل منه. يحملوا بين رجلين. ياتهادة. تخطوا رجلانه في الارض حتى يقوموا في الصفة. مشلول يحمل حملا يجرع الارض. هو مشلول. الناس بتخفوا ربنا. لذلك ابن عبدالله ابن الزبير كان في سكرات الموت. في سكرات انت عندك عز قهري. عز شديد. قال له مقدرش اسمع الازان ومرحش. اخي. شلوه حطوه صلى ركعة مع الامام. ومات في الصفة. هو بيصلى. خلي بالكم. يبقى عز القهر قاطع طريق. كلب عقور. غير كده مينفعش. لا تقبل الصلاة. الدليل بعد كده. عبدالله ابن ام مكتوم. زهب الى رسول العسلم قال رسول الله. والحديث في صحيح. مسلم. ولو في مستد الامام احمد صحيح. قال رسول الله. انا ضرير شاسع والدار. عمي بصري. ومع غلام لأمني. او تجلي رخصة في صليا في بيتي. قال لها تسمعون ده. قال نعم. قال لا اجد لك رخصة. تعالوا بقى الحل للحديث. انا ضرير اعمى. شاسع والدار يعني بيتي بعيد جدا. كان بيته على البعض خمسة كيلو متر. كان يمشي كلهم خمسة كيلو. من بيته للمسجد النبوي. يمشي خمسة كيلو الساعة ثلاثة الصبح او الساعة ربعة الصبح. في طرق المدينة الوعرة من الف وممائية سنة في البرد القارس وهو اعمى. مع غلام لا يقلقني. مع غلام مش مريحه. ورقصان قال له لا. ملكش رخص. عزم تروح. مش بتسمع عني ده. عبدالله بينادي عليك. خلي معكم. يبقى. عبدالله ابن ام مكتوم الاعمى. اللي بيمشي خمسة كيلو. انت عارفين طرق المدينة من الف وممائية سنة كتتعملة ازاي? عارفين الطين عامل ازاي? ارض وعرة مطباط وطين. عارفين البرد الشديد في الشتاء بيعمل ازاي? لما واحد اعمى يمشي خمسة كيلو. وانت مبصر. مبصر. وجنب البيت عشرين تلتين خطوة مش هسنزل. دي برابنا هيبريك لك في عملك. والصلاة غير مقبولة. كيف تتقابل رب العميس سبحانه وتعالى? ممكن انسان يكون عنده دم. ويسمع الدليل ده. ما ينزلش يصال الجامعة في الجامعة. ولو سمع ومنفس يبقى. انسان متكبر. انسان متخازل انسان يستحق ما يستحق. ازاي عبدالله ابن مكتوم يمشي خمسة كيلو? والرسولان يقول له لا. الرسولان ارحم خلق الله. مع ظروش. مع ظروش. قال له لا. لازم تنزل 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 خمسة كيلو وانت اعمى. وانت عاستنش يعيشين خطأ وانت مبصر. وبعدين مستنى ايه الملهامة. والعمل ما بنى على الصلاة. خلي بالكم. اذا صالحات صالحة العمل كله. اذا فسدت فسدت فسد العمل كله. طب صلاة غير مقبولة. والعمل ما بنى على الصلاة. يبقى العمل هي بعمل ازاي. جاوبوني. احنا بنتكلم بالادلة. طب دليل تاني. عبدالله عبدالله مسعود يقول ايه. كنا نعض المتخلف عن صلاتين من صلاة الجماعة منافقا معلوم النفاق. مش منافق بس. للصحابة. كان الرجل منه اذا تخلف عن صلاتين من صلاة الجماعة اسأنا بي الزنق. يعني ايه اسأنا بي الزنق? اعتبرنا منافق. مجدوش بقى يدوروا عزل من غير عزل. يكتبوه مع المنافقين. ولما يموت ما يصلوش عليه. يشكو فيه. خلاص. مش بيسمع ان داب بيروحش. لان دي هزا كان داب المنافقين عمر رسوله سلام ايه من مدينة. يبقى انت بتتشبه بمنافقين ان كانوا عايشين عمر رسوله السلام. وباستخفوا بالجماعة. ان منافقين وخادعون الله وهو خادعهم. اذا قاموا الى الصلاة قاموا بسالة. يرؤون الناس لا يذكرون الله الا قليلا. متبذبين بين ذلك. لا اله هلاء ولا اله هلاء. ما يضل الانتاج ولا هو. ستضيع نفسك. ستضيع عملك يا صلاة اللي تقبل. اللي عامل مدني على الصلاة. يبقى عامل كله مدن على الصلاة مشكوك فيها. مشكوك فيها. مساءلة خطورة. مسألة خطيرة جدا. متعافين صوت مستفى الفاجر في الجامعة. يصابه ايه. بتعافين ان الرسول السلام قال ما عامل منقاب من قام ب tamamen 10 آية في ليلة لم يكتب عند الله من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب المقنطرين ومن قام ب1000 آية يكتب المقنطرين عبدالله م famili Hézinen sein الن cash وقال www.knt Lengan 1122 اقية المساحة الكرة الأرضية كلها في ميزانك 1.2 مرة يزود لك في الجامعة المساحة الكرة الأرضية نصف مليار كيلو متو مربع و ستة و ستة و ستة و ستة مليار المساحة الكرة أفضل من أن توقف على رجلك طول الليل إنسان لو وقف على رجلك طول الليل لن يقرأ ألف آيات سيد عصمان بن عفان كبير القرآن كله في رقعة سيدنا أبر الخطاب كان يقول لأن أصلي الصبح في جماعة حبلة من قطيمة ليلة كاملة ليلة كاملة تقدر فيها نص القرآن أو تلت القرآن على القلب يعني معناها تعود ثواب ت computing الكرة القرآن كلها 2300% تأكيد المرأ يعني اضرب في ميزانك أو مش ميزانك، اضرب مساحتك في الجنة مش اضرب قبرة ألف و موتيم مرة، את عصمان فى ألف اشت طول الليلة كمان، إذا كانت كانت مساحت الكرة الأرضية 1.5 مليار رجигр مربع اضرب الكلام دى فى ألف ميزان AS 15000 أو 1000 مليار كميزانا تزيدِ Honor 6 في المساحة لان صلاة الفجرة في الجامعة افضل من انت توقف على رجلك طول الليل ما تنامش تقرأ وش افضل من انت تصلي بمئة اية مئة اية الواحد يصليها في خمس دقايه يكتب له قيام الليلة لكن الف اية تاخد كنتار يعني تاخد قد قد قول عرضها الف ومتين مرة خسارة فادحة جدا 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 لان دي صلاة الفجرة في الجامعة الخسارة بعد كده تقسل النور العظيم اللي هتعدي بها على السرط كالبرق رسول عسلم يقول في الحديث بشر المشاقين في الظلم بالنور التام او النور العظيم يوم القيام اللي هو حديث هذا حديث حسن هيبقى معك دور ضعيف هتمشي على السرط تترنح وتقطع والناس على السرط على اساس اصناف ناجن مرسل او مارن مخدوش او هاون في ناري جهنم اللي بيصال الفجر في الجامعة كل يوم هيبقى معه نور عظيم هيعدي كالبرقه او كلمح البصر يبقى جواز المرور على السرط اللي هو ادق من الشعرة واحد من السيف وهتمشي عليه وهو تحتملنا الجهنم وعشان يبقى معك نور عظيم تقدر تعدي على السرط بسرعة ساطر الفجر في الجامعة هيدي بديك النور عظيم لو ما صارتش الفجر في الجامعة هتضايق منك النور العظيم هيبقى معك نور ضعيف هتمشي تترنح وتخمش وتلسع في الوجه وفي الكتفين وانتباشع على السرط وانتقع في الجهنم او تصل الى الجنة ممكن تصل الى الجنة تستصل متأخرا وتكون في الدراجات الادنى في الجهنة بعد ان تحرق في الوجه والكتفين بس مجاسفة شديدة جدا لان السرط ده اصعب موقف يوم القيامة ازاي هتمشي على السرط يوم القيامة وهو دق من الشعرة واحدة بالسيف تحتملنا حاولين السرط في كلاليم يتطير منها شرر نقل قصر كأنه جمالات صفر هتمشي ازاي بتخمش الناس وتصعهم الطيران وفور السرط محنة ما بعدها محنة هتندم على كل سرط فجر وانت على السرط يوم القيامة مشكلة ومس ده فيه خسارة ثالثة كمان خسارة فادحة بعد ما تدخل الجنة تحرم رؤية رب العالمين كثيرا في الجنة ولا تراه الا مرة كل اسبوع شوف الحديث ده اقول لكم الدليل من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في السماء لا تضامون في رؤيته انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر في السماء او هذا البدر في السماء لا تضامون في رؤيته فان استطعتم على ان لا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها ففعلوا قالوا ايه قالوا رب العالمين سبحانه وتعالى مرتين نمين اهل الدرجات العلا اللي بيحافظوا على الجماعة اللي بيحافظوا على الفجر كل يوم في المسجد ان ذلك كناك اصل اخر ان اهل الفردوش الاعلى ليراون ربهم مرتين كل يوم وان اهل الدرجات الادنى ليراون ربهم مرة كل اسبوع شوف فرق فرق اللي بيحافظ على الفجر كل يوم في الجماعة ارتفع معاوض نور عظيم وصل لدرجات العلا في الجنة يكون اكثر رؤية لرب العالمين سبحانه وتعالى بكثير من الدرجات الادنى في الجنة اولوك دليل تاني والسنة الحديث حديث حسن صحيح ان ادنى اهل الجنة منزلة ليرا نساءه وقصوره وخدمهم مسيرة الف عام وان عليهم منزلة ليرا ربه غدوة وعشية يعني مرة الصبح مرة بالله هل بيكون من رسول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ده لما اتكلم على ادنى اهل الجنة ما جابش سيرة رؤية ربنا خالص ان ادنى اهل الجنة منزلة اللي هو يكون اخر الاخر الاخر الناس خروجه من النار والله عوز بالله ليرا نساءه وقصوره وخدمه مسيرة الف عام طب فين رؤية ربنا ما جابش سيرة رؤية ربنا وان عليهم منزلة ليرا ربه غدوة وعشية طب فين النساء والقصور بالنسبة للرجل اللي فعلك درجات الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرهاش مع انه له نصيب مليار مرة قدل في الدرجات الادنى مليار مرة او ممكن احصل الفرق بين الدرجات اللي قاله في الجنة لكن لان رؤية النساء والقصور والخدم لا تساوي شيئا بالنسبة لرؤية رب العام سبحانه تعالى في الجنة الجنة كلها كم ورؤية ربنا سبحانه تعالى في الجنة كم تاني رؤية ربنا سبحانه تعالى في الجنة افضل افضل المناقب على الاطلاق واعظم المناقب واعظم المتع في الجنة على الاطلاق لذا كان رب العامي سبحانه تعالى يقول لذين احسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا دلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خلدون في سورة يونس فرماء قالوا الحسنة هي الجنة والزيادة اللي هي افضل واعلى من الجنة رؤية رب العامي سبحانه تعالى لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول لو امرأة من اهل الجنة نزلت الى الارض لطمس نورها نور الشمسي كما تطمس الشمس نورا من نجوم عندما نتحدث عن مخلوق امرأة من اهل الجنة الان هذا ليس ليسوا مخلوق امرأة من اهل الجنة اولئة امرأة من اهل الجنة نزلت الى الارض فالدنيا لطمسوا نوروها نورا الشمسي كما تطمس الشمس نورا من نجوم يعني لو نزلت بالنهار الشمس تختفي الشمس اخرى حجمها الكرة الارضية 300000 المرة ودرجة حرارة المركز فيها مليون درجة مقاوية لو واحدة من اهل الجنة واحدة من الحر عين نزلت الشمس تختفي من نورها ثم النور ربنا يبقى عامل ازاي؟ جماله يبقى عامل ازاي؟ يبقى انت شوف انت خسرت ايه في الجنة؟ خسرت اول حاجة النور العظيم اللي هتعدي بقى للصراط وتمشي تترنح على الصراط اسعب موقفة مقامة الخسارة التانية خسرت من رأسك العظيم في الجنة زي ما قلنا لان مناسك في الجنة لان انت في كل صراط فجر يزيد على الف مليار كلمتر مربع لان صراط الفجر في الجامعة بتسوي قيام بتسوي افضل من كتا تقف على رجليك طول الليل تقرى القرآن كله وتقرى نص القرآن ووراية الف آية بس بتسوي قنتار والقنتار بيسوي الف ومويتين اوقية الاوقية اكبر من مساحة كرة ارضي كلها زي ما الرسول صحيح الف الحديث الصحيح ابقى يزل المبالغة اقسم بالله اعزم ان لائقوا بالغ اللي بيزل الفجر كله في الجامعة افضل من اللي يقف على رجيلة طول الليل يعني اكتر من الف مليار كلمتر مربع يعني ضيعت نور العظيم اللي هتعدي بقى على الصراط ضيعت مراسك العظيم في الجنة اكتر من الف مليار كلمتر مربع بعد ما تخش الجنة حتى ما تخش الجنة هتحرى من رؤية رب العالمين كسينة في الجنة ولا تراهوا لما مرة في الأسبوع وتكون أقل جمالا نورا وبهاءا في الكسير جدا من اللي بيشوف ربنا كل يوم الصبح وليل أنه بيأخذ بهذا النور بعمل زى الشمس وتأ خسارات فادحة فطبعا لو أنت ترضى النفسك هذه الخسارات خليك بقى ما تصليش الفجر في الجنة لكن أقسم بالعظيم ستعلم هذه الخسارات وأنت على الصلاة وعدما تدخل الجنة وعندما تجد نفسك فقيرا في رؤية رب العميس في الجنة وحتمدى مشهد الندم على تفريطك في صلاة الفجر في الجنة فأحكتب لكم الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته